شكرا لك عندما نتحدث عن الأمن الشامل نتحدث عنه في كل أبعاده أي في المعنى الحصري له في المعنى الأمن العسكري الأمن الداخلي الأمن الخارجي وكما نحكيه بالمعنى العام الأوسع والذي يتعلق بالعديد من القطاعات منها المسائل الاجتماعية لأنه اليوم نعتبره أنه المحافظة على نسبة بطالة بهذه الارتفاع واللي تقود إلى حالم الأحباط عند الشباب هو من ضمن مواضيع الأمن القومي لأنه اليوم الحالة هذية نجم تخلق لنا وضعية متاع انفجار غير مرتقبة وغاجزين غدوة باش نجم ركبها وهي من مواضيع الأمن القومي اليوم التعليم اللي نلقاه فيه مئة ألف تلميذ انقطع على التعليم سنويا واللي هذوم التلميذ وقت اللي انقطع قدامه حاشتين قدامه الجهل والفقر اللي هي معناها المناخات والأرضية الخصبة اللي ينمي فيها الإرهاب والفكر الظلامي هذي موضوع هذا موضوع أمن قومي ماذا سيفعل الموجود الحوية؟ المسائل المتعلقة بالأمن الشامل موضوع الصحة 15 رضع يموتوا من الجموش نعتبرها خارج الأمن القومي والأمن الشامل قادر غدوة أنه الفلاحة تزدهر أنه منظومة التعليم تصلح أنه منظومة صحية يقع على الإصلاحة وتطويرها هذي الكل قادر عليه؟ طبعا 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 وهذا ما يشاع خطأ لأنه رئيس الجمهورية لا يوجد صروحيات ولا يوجد داخل رئيس الجمهورية يوجد الحق لكي يقدم المبادرة التشرعية في كل المجالات مجال التشغيل مجال الصحة مجال إدماج الاقتصادي والاجتماعي وهذا بالنسبة لنا من المسائل المطروحة بشكل عاجل قانون يتعلق بالتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب الاحتياجات الخصوصية ينجم يكون مبادرات التشرعية لسالح حقوق الطفل